أعلنت مصر حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام حدادا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة اعتبارا من اليوم الجمعة ونعت رئاسة الجمهورية الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نعى لمصر والشعب الإماراتي شقيق والأمة العربية والإسلامية أخا وصديقا من أعز الرجال ليعرب باسمه وباسم مصر عن خالص عزائه لأسرة آل نهيان الكريمة ولحكامي وشيوخي وشعب دولة الإمارات الشقيقة داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته جزاء لما قدمه للشعب ولأمته وأوضح متحدث الرئاسة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن الأمة العربية فقدت اليوم أحد رموزها المخلصين المغفور له الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة زعيما حكيما وهب حياته لبلاده ومد أياد الإمارات البيضاء بالبناء والدعم والتعاون لسائر الدول الأمتين العربية والإسلامية امتدادا لتاريخ طويل من العطاء لدولة الإمارات أرساه والده المغفور له الشيخ زايد النهيان حكيم العرب وليسطر صفحات جديدة من الخير والنماء ولتحقق الإمارات في عهده نهضة وحداثة يشهد لها العالم وأصرح متحدث الرئاسة بأن مصر قيادة وحكومة وشعبا لم ولن تنسى مواقف الشيخ خليفة النهيان الأخوية الداعمة والقوية في أدق الظروف والتي سجلها وكتبها التاريخ بحروف من نور اشتركوا في القناة